الصورة دي بتوسق لدرسي تاريخي التمساح ده ما يعرفش غير ان فكه قوي جدا هو عنده المعلومة دي ومتأكد منها وان السمك بالنسباله كله عبارة عن أكل وان مفيش سمكة أبدا تقدر تفلت منه مهما كان لكن الجاهل وحش وغلطة الجاهل تكلفه حياته لانه في نفس ذات اللحظة السمكة اللي ماشية قدام التمساح دي سمكة الأنكليس يعني لما بتتمسك بتدافع عن نفسها بدفعة كهرباء 860 فولت انت متخيل انت كهرباء بيتكم 220 ده 860 فولت الأنكليس برضو عارف ان ضربته قوية جدا وان صعقة الكهرباء بتاعته تخليه يفلت من أدخل تقين طبعا التمساح ما يعرفش وقرر يهاجم السمكة صحيح صغيرة بس هو بيصبر نفسه بأكلة خفيفة لغاية ما يلاقي وجبة تقيلة بالليل لكنه كان جاهل تماما ان فكه مش هيسعفه أبدا قدام صعقة 860 فولت وفي لحظة التمساح يقفل فكه على السمكة وفك التمساح زي المصيضة مفيش حاجة بتفلت منه تقفل ما تفتحش السمكة في لحظة ضربت الضربة بتاعتها خلت التمساح ينور من قوتها المشهد ده استمر ثواني قبل ما الاتنين يفرقوا الحياة واحد قافل بقه زي المصيضة والتاني عمال يدينه في صعقات كهربائية لا التمساح عارف يفتح بقه تاني علشان يسيبها ولا السمكة قادرة تفلت من فك التمساح ايه الدرس المستفاد من الفيديو ده؟ انك قبل ما تتغرف قوتك اعرف قوة خصمك وما تلعبش مع الغشين اشتركوا في القناة